أكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني جمال الكشكي أكد أن دعم الرئيس السيسي لعقد الحوار الوطني يعد دعماً كاملاً وغير مسبوق منذ اللحظة الأولى لانطلاق الحوار وأشهد الكشكي بالاستجابة الفورية للرئيس السيسي لمخرجات الحوار في الحقيقة دعم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإدارة الحوار الوطني والموادرة بشكل عام هو دعم كامل وغير مسبوق منذ اللحظة الأولى لإطلاق مبادرة الحوار ونحن نشهد دعماً كبيراً وكاملاً للحوار الوطني وصولاً إلى جلسة اليوم التي ناقشت العديد من القضايا المهمة وكتبت بحروف من نور ثمار سيزفها الحوار خلال الفترات المقبلة وإدارة الحوار خلال الفترات المقبلة إلى المواطن المصري وفي الحقيقة جاءت أيضاً استجابة السيد الرئيس لتؤكد دعمه المتواصل للحوار وخلقت بالفعل صدى كبير صدى إيجابي وصحي داخل الأوساط السياسية ولدى القوى السياسية المشاركة ولقد ترحيباً ومجلس الأمناء أصدر بياناً ثمن فيه الجهد الكبير الذي يوليه السيد الرئيس للحوار الوطني ولوثيقة الكبيرة في كل الأحزاب والقوى السياسية أكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني طلعت عبدالقوي أن مصر شاهدت العديد من الحوارات المختلفة المتخصصة خلال السنوات الماضية لكنها وللمرة الأولى تشهد حواراً شاملاً يضم الأحزاب السياسية وأضف أن الحوار الوطني يعد حراكاً مجتمعياً غير مسبوق مواجهنا الشكر للرئيس السيسي على دعوته لعقد الحوار مصر شاهدت حوارات مختلفة ولكنها كانت حوارات متخصصة إما حوار حول قضية اقتصادية أو قضية اجتماعية أو قضية سياسية ولكن الأول مرة تشهد مصر حوار شامل جامع في كل القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي تناولت 112 قضية من القضايا التي تهم المواطنين وطبعاً يعني الأول مرة في تاريخ مصر أن الأحزاب السياسية كلها تقعد على طربيزة واحدة مع المتخصصين مع المجتمع الأهلي مع ممسلين على الحكومة ده تعتبر حراك مجتمعي غير مسبوق ويمكن إحنا سعداء جداً أن خرجت توصيات وخرجت معلومات وخرجت آراء من الجميع لم يكن هناك أي نوع من أنواع الضغط على أي حزب الأعزاب أو أي حسف أو أي مصادرة لأي رأي بالعكس كان الحوار الوطني استجاب واستمع لجميع الجميع كان يتحدث في منتهى الموضعية ومنتهى القرية ويمكن النتائج بدأت تظهر بشكل جيد جداً فإحنا طبعاً من حي فخمة رئيسها لذين مبادرة الغير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية ترجمة نانسي قنقر